نتقل إلى دكتور محمد نعناع الباحث السياسي من بغداد دكتور محمد يعني كل الأحداث أو تطورات الأخيرة تشير أو جاءت في أعقاب هجوم الحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في بغداد وهنا نتذكر عملية الهجوم على السفارة الأمريكية في تهران سنة 79 وبالتالي نتساءل هنا عن موقف القوى الموالية لإيران في العراق كيف سيكون موقفها في الفترة القادمة مساء الخير عليكم جميعا شكرا جزيلا للاستضافة هذه الموجة من التصعيد والتصعيد الصراع بين واشنطن وطهران هي الأعلى خلال المرحلة الحالية وتضرر بها العراق بشكل كبير جدا وجاءت هذه الموجة من تصعيد الصراع بعد سلسلة تراكمات لأخطاء وسلبيات كل من واشنطن وطهران لكن بدرجة أساس كانت طهران قد احتوت وسيطرت بشكل كبير جدا على معادلة السلطة العراقية ودعمت أطراف سياسية أقل ما توصف بأنها فاسدة وفاشلة وأعطت مجالا للحركة الاحتجاجية والمظاهرات أن تفرض نفسها كطرفا إيجابيا يريد أن يعدل المسار وهنا جاء دور واشنطن في أن تدعم هذه الحركة الاحتجاجية فتصاعد الصراع فيما بينهما لم يكن الصراع حول العراق صراع النفوذ وصراع السياسي وصراع المحاور وصراع الخلفيات السياسية وليدا للحظة اقتحام السفارة الأمريكية وإنما كان لحالات سابقة تكررت قصف القواعد الأمريكية تحديدا قاعدة عين الأسد قاعدة بلد الجوية قاعدة التاجي وقاعدة المطار وغيرها والرد الأمريكي باستهداف لواء 45 مؤخرا كل هذا صنع حالة استفزاز فيما بين الطرفين حتى أجيب على سؤال حضرتك بشكل مباشر وإجابة مباشرة أما دور الأطراف السياسية القوى السياسية العراقية فهو ليس دورا أولويا لأن الكثير منها هو أساسا مدفوع وتأتيه أردرات من إيران وينفذ سياسات معينة ويتخذ مواقف معينة ولكن ألا ترى دكتور بأن هناك اليوم في الشارع العراقي حالة استقطاب بين إيران وأمريكا للشارع العراقي في الوقت الذي هناك مظاهرات كانت أمام السفارة الإيرانية كانت بالمثل هناك مظاهرات أمام السفارة الأمريكية اليوم بعد هذه العملية حالة الاستقطاب ما هو مصيرها نعم سوف يكون هناك يعاد هناك الاستقطاب الأيديولوجي المذهبي الطائفي وتنمو على أطراف استقطابات أخرى بمعنى أن بعض القوى التي هي موجودة ونافذة سوف تبقى على موقفها الموالي لإيران الداعم لإيران والمدعوم من إيران في نفس الوقت وتكون طبقة سياسية قوية تريد أن تبقى في معادلة السلطة أن تمسك بالسلطة مرة أخرى وسوف تلتحق بها لقوتها أطراف أخرى سنية وكردية أيضا تلبية لمصالحها الداخلية وتلبية لحاجاتها السياسية والنفعية فبالتأكيد سوف يبقى العامل الاستقطابي المذهبي موجود بسبب دعم إيران لهذه الهوية ولهذه الخلفية لأنها تستفيد منها بشكل كبير جدا لأنه لو نمت هوية وطنية جامعة سوف تتفرق الهياكل الطائفية والأجندات تتفرق الأجندات الخارجية وسوف يكون السلوك العراقي موحدا وبإرادة تتوازن فيما بين الاستقطاب الإيراني والطموح الأمريكي وهنا عند هذه النقطة ممكن أن تتفتت القوى التقليدية القوى الراديكالية سواء الإسلام السياسي الشيعي أو الحليف معه من الأحزاب السنية أو المنتفع منه من الأحزاب الكردية ابقى معي سيد دكتور محمد غير مدرك لحد هذه اللحظة إلى ماذا سوف تقول الأمور بسبب عدم مدفة دقة الرد الإيراني وطبيعة الرد الإيراني وكذلك مخرجات الحالة السياسية بعد الانتخابات المبكرة ترجمة نانسي قنقر